موسيقى رح نقرأ اليوم من إنجيل يوحنى والإصحاح التاني ورح نقرأ من الآية الثلاثة وعشرين للآخر ولما كان في أورشلين في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان لنصلي خلينا نصلي نرفع أقلوبنا للرب تعامل المعروف يا أبونا السماوي نحن منباركك ونبارك اسمك ونصلي يا سيد الرب أن تتكلم إلينا بالروح القدس وأن تعطينا يا سيد الرب أن نسمع ما يقوله الروح للكنائس باسم يسوع اختم على أفكارنا اختم على أدهاننا تكلم إلى احتياجنا ليتمجد الآب بالابن باسم يسوع المسيح آمين 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 كثيرون باسم إذ رأوا الآيات التي صنع في ناس بتأمنش غير ما تشوف فيسوع عمل آيات وعجائب ولما رأوا الآيات التي صنع آمين باسمه ولكن يسوع لم يأت منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع رغم أنهم آمين فيه يسوع ما أمنهم على ذاته شو ما صعب الكلام آمين كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع ولكن يسوع لم يأت منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع وأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان شو ما أصعب الكلام أن يسوع لم يستطع أن يأت منهم أن يستأمنهم على ذاته لأنه عارف الجميع وكأن يسوع كان يبحث عن رجل أو إمرأة أمناء في هذه المجموعة لكنه لم يجد وعارف الجميع الله بإمكانه يبحث قلبك وقلبي والأشخاص والأشخاص اللي عم بيبحث عنهم يسوع هو رجل أو إمرأة أو شخص يكون أمين للرب حتى يسوع ما أدرأ منهم على ذاته لأنه بالنسبة لإله لم يكونوا أمناء وهذا هو كلمة الرب لإلنا اليوم الرجل الأمين الرجل الأمين يا أخوتي سفر الرؤية للصحة الأول والآية الخامس الخامسة بقول ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض هو رئيس ملوك الأرض ولكنه أمين شاهد لإلنا أنه أمين ولوما كانت لوما كان يسوع المسيح أمين لكانت شهادته كمان ما فيها أماني ولكن هذه الصفة من صفات يسوع أنه كان شاهد أمين مظبوط كان شاهد أمين وعبرنيين 23 آية 10 بقول لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين إذن شوفوا الصفات الرب هو يعد ولكنه أمين في وعوده وهو يشهد ولكنه أمين في شهادته لأن الذي وعد هو أمين فالصفة من صفات يسوع أنه هو أمين في كل شيء بيعمله أمين على بيت الله أمين على وعداته أمين على الشهادة العطانية الكلمات لتفهم هذا شيء أمين شيء صادق والله يبحث عن رجال أمين يقف مع الشاهد الأمين الذي هو بكر من الأموات يقول الكتاب ورئيس ملوك الأرض الله يبحث عن أناس يستطيع أن يستأمنهم على الوكالي يستطيع أن ينظر إليك ويقول هذا الرجل أمين حتى أوكله في الشيء الله شو يعني رجل أمين لما بتقول هذا إنسان أمين ممكن نعني فيها صادق ممكن واحد من المعاني الصادق ولكن أمين كمان تعني أن هذا الإنسان تستطيع أن تستأمن على الشيء لإلك وعلى الشيء لإلك يبقى في الحفظ والصون حتى لما ترجع تطالب فيما استأمنت عليه الأمور اللي وكلت فيها يحافظ عليها ويحرسها لما بدك تسافر في كتير ناس بيكون عندهم شوية دهبة وشوية مصار بالبيت هي كانت جداتنا تحطوهم بالجرة مزبوط مزبوط تحت البلاطة بس اللي بيزديش كتير لتحت البلاطة وخايف بيجيب هالدهبات أو هالدولارات وبروح عند واحد يا قريب كتير كتير يا صديق عزيز عزيز بقول له أنا مسافر خبيلي هالغرض عندك هذا الإنسان لما بيجيب بيضع هالدهبات أو هالدولارات أو ما كان يكون الشيء الغالي عندك ولا إنه بيعرف بقلبه بقول هذا الإنسان أنا بقدر أستأمنه بقدر أوكله هالإشي الغالي لإلي لأن باللحظة اللي برجع أنا بطلبه بلاقيه زي ما هو لو واحد مش أمين تحط عنده خمس تلاف دولار بتروح بتغيب خمس سنين بتلاقيهم خمسمائة دولار بعدين ليه لأن الإنسان ده ما بحافظ على إيش وكله تعرفوا إنه الله وكلنا على أمور كثيرة في هاي العالم في هاي الدنيا في الكنيس والله لما بيستأمن حتى بولوس والأشكر المسيخ يسوع ربنا الذي قواني أنه حسابني أمينا حسابني أمينا إذ جعلني للخدمة الله لما بوكلك على الخدمة وكنا بقول أنا برا في هذا الإنسان شخص أمين على شيء أنا بوكله على الشيء الله وكل كل واحد فيكم في أماني معيني والله لما وكلنا على الأماني بيجي بيسأروني يا روني أنا استأمنتك على شيء ممكن ترجع للأعطيتك يا شو سويت باللي أعطيتك يا خليكم بتدوا تفكروا ببعض الأمور اللي الله وكلكم عليها تعرف إنه الله وكلك أول شيء على عيلتك الله الله استأمنك رأى رجل أمين عشان يجوز هالمرة الحلوية وخلفت الولاد الحلوين الله استأمنك على عيلتك اليوم بيسأل الله شو عملت مع الأماني هل أنت عم بتحافظ على ولادك عم بتحافظ على مرتك عم بتحافظ على بيتك زي ما أنا استأمنتك شكرا